لو عاوز تجيب نتيجة السنوية العامة قبل اي حد الفيديو ده ليك ياريت لو انت حتى مش في السنوية العامة تمانشن صاحبك اللي في السنوية العامة عشان يجيبي النتيجة قبل اي حد ويلا بينا ركز معايا في الموقع اللي فوق ده نتيجة.يومسابع.com والمكتوب في الموقع تركبوا نتيجة السنوية العامة غدا 17-28-21 يعني النهاردة هتخش على اللينك ده ودلوقتي حقلا قبل حتى ما الوزير يعني النتيجة وهتضغط على سجل الآن اللي تحت دي هتظهر لك القيمة دي هتكتب اسمك ورقم جلوسك ونوع علومة أو علم رياضة أو أدبي وتسيب البريد الالكتروني ورقب التليفون وأول ما النتيجة هتظهر هتوصل لك قبل اي حد وقبل ما الزحمة تبقى كبيرة جدا على الموقع ده وغيره من المواقع وتكون أول واحد في مصر جبت نتيجتك لو مش عارف تجيب نتيجتك ابعث لرقم الجلوس بتاعك واسمك على انستجرام وأنا جبالك قبل اي حد سلام عليكم دي كانت طريقة انك تجيب نتيجتك في السنوية العامة وعملينها من مبارح طبعا دلوقتي المواقع مفتوحة اليوم السابع الوطن تقدر تجيب منه نتيجتك بكل سهولة طب افرد ان انت حطيت اسمك ورقم جلوسك وحدثت المفاجأة الصادمة واللي ممكن توجع قلبك وهي ان ما ظهر لكش نتيجة اصلا يا ترى هل ممكن ان انت تحط رقم جلوسك واسمك وما يظهر لكش نتيجة؟ اه ممكن وفيه 360 طالب مصري معرضين انهم يحطوا اسمهم ورقم جلوسهم وما يظهر لهمش نتيجة طب هم مين دول؟ دولة 360 طالب تم اتهمهم في قضايا غش وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اعلن رسميا ان 360 طالب دول سيتم حجب نتيجتهم طبعا انت ممكن تكون من الطلاب دول وحاسس ان انت ما عملتش حاجة او ما فيش محضر غش ليك بس تفاجأ ان فيه فعلا اتعمال لك المحضر وانت ما انتش عارف فهل لو انت ما لقيتش نتيجتك ده يبقى معناه ايه؟ يبقى معناه ان انت ما عمل لك محضر غش فيه كمعان كلام بتقال عن النتيجة ان اللي عم عمل لهم محضر غش معرضين ان هما ما يخشوش الامتحانات في الدور التاني ويتم حرمانهم كمان من امتحانات الدور التاني والسنة اللي بعدين فده وفقا للقانون اللي تم اقراره من مجلس النواب هل هيكون فيه جديد من خلال وزير نفسه؟ الله أعلم كمان فيه كلام النتيجة هتكون بالنسبة المقاوية يعني انت مثلا جايب 90% 95% 96% انما انت مثلا مش هيجيب لك تفاصيل الرقم ودي هتظهر في نتيجة الشهادة الورقية اللي في المدارس خلي بالك ان انت كمان عمل حاجة مهمة جدا طبعا بعد ظهور النتيجة هيبدأ يظهر التنسيق ومراحله عشان تقدم في الكلية مش هتكتفي بملء الرغبات الكترونيا لا هيبقى فيه ملف في صورة بطاقتك او صورة بطاقة والدك وشهادتك اللي في المدرسة اللي انت ناجح بيها وبيان درجاتك وكمان معاهم بطاقة الترشيح وكل المستندات اللازمة اللي وتؤكد ان انت كنت طالب في السنوية العامة ونجحت واتحطهم في الظرف وتروح بيها الكلية اللي انت تم قبولك بيها في حالة ان الكلية ما عندهاش اختبارات قدرات ولو حال ان الكلية عندها قدرات اختبارات تاخد برضو الظرف ده واتقدم طلب ان انت تمتحن امتحانات قدرات طبعا احنا مش عارفين حتى الان الكليات ايه اللي هيبقى فيها امتحانات قدرات السنة دي بس طبعا في زمان كان الامتحانات قدرات بتبقى على كليات التصميم والفنون الجميلة كليات فنون الجميلة والكلام ده كله ربنا وفعكم جميعا أتمنى كنت أفدتكم بمعلومة بسرعة الأغبطة لو محتاجين تعرفوا أي أخبار جديدة وحصرية ورسمية ومعتمدة الصحفة أحمد الجدي على الانستجرام على فيسبوك على تيك توك على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس صدقوني إحنا هنا مش بننشر إلى الحقيقة ومش بننشر أي شيء مخل ولا يخليك أن أنت تقرف من القناة السلام عليكم